وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ترقص بالأمس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اللي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024-2025 الاجتماع تناول استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومعالجة التحديات الحالية خلينا نتفع وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ترقص بالأمس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اللي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024-2025 الاجتماع تناول استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومعالجة التحديات الحالية زي الكتفات الطلابية وسد نقص المعلمين بالإضافة لتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم وحسب البيان الرسمي، فالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد هتبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025 وامتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ السبت 11 يناير 2025 وأجازة نصف العام هتبقى 25 يناير 2025 وبتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025 والفصل الدراسي الثاني هيبدأ السبت 8 فبراير 2025 حتى 5 يونيو 2025 اشتركوا في القناة